ينضم إلينا من غزة صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني سيد صلاح أسباب لجوء الشباب إلى هذه الهجرة بهذه الطريقة أو بغيرها من الطرق التي دائما ما توضع بين قوسين أنها طرق غير قانونية وغير مشروعة ومصيرها المحتوم أو الأكثر توقعا هو الموت يعني ما هي الحلول في ظل استمرار هذه الظروف؟ بداية مساء الخير لك ولجمهور المشاهدين نعم تابعنا بقلق وحزن شديد وفاة أحد المواطنين الذي جرى الإعلان عنه أمس واستمرار البحث عن اثنين آخرين نأمل أن تتكثف جهود البحث عنهم على الأقل طمأن الذويهم هذه الظاهرة استمرت وانتشرت في الفترات الأخيرة وهي نتاج بيئة سياسية واقتصادي واجتماعية صناعها الاحتلال والانقسام وأدت إلى إفقار المواطنين وارتفاع نسبة البطالة بشكل غير مسبوك في قطاع غزة لتصل إلى أكثر من 60% ونسبة الذين يعيشون على المساعدات الخارجية 74% غياب فرص العمل وبالذات أواصط الشباب وغياب أفق المستقبل وقتل الأمل واليأس الذي ينتاب الشباب من إيجاد حياة أفضل في الأراضي الفلسطينية وبالذات في قطاع غزة دفع إلى هذه الظاهرة وهذه الظاهرة معالجتها يتطلب معالجة أسبابها هذا يتطلب من ناحية الأمر الأول فيما يتعلق بالناحية الآنية الآن على الدول المضيفة للاجئين وبالذات تركيا واليونان احترام حقوق اللاجئين وفق ما وردت في الأمم المتحدة وضمان سياسات تحترم هذه آدمية خاصة أن معظم اللاجئين وبالذات الفلسطينيين يعيشون أوضاع كارثية في اليونان وفي تركيا وبالتالي الهجرة ليست خيارا للشباب الفلسطينيين وخاصة في ظل الإغلاق هذه الطرق واعتداء إلى من عليهم قتل البعض اعتقال البعض غرق البعض هذه الهجرة غير مشروعة خطيرة جدا وبالتالي على الشباب أن يبحثوا عن فرص أفضل إن توفرت في الجانب الثاني هذا الأمر يتعلق بالفلسطينيين في إنهاء حالة الانقسام وترتيب البيت الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رسم سياسات للاهتمام بحقوق وقضايا الشباب والنساء والأطفال وكافة فئات وشرائح المجتمع وإعادة الثقة المفقودة والأمل لدى الشباب حتى تستطيع أن تضمن خيارات أفضل وأيضا على المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية باستمرار بقاء الحصار الإسرائيلي والعدوان المستمر على الأراضي الفلسطينية وبالذات على قطاع غزة هذا الأمر أضعف من قدرة الفلسطينيين وترك تداعيات كارثية على حالة حقوق الإنسان وبالذات على الأوضاع الاقتصادية وبالذات مستوى الفقر والبطالة في جانب آخر مطلوب أيضا إلى حين يتماء إنهاء الحصار وإنهاء الانقسام وهذا أمر يعني يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى موازين قوة مختلفة مطلوب سياسات ومعالجات جادة لضمان التخفيف من بطالة الشباب وهذا يتطلب سياسات من الحكومة في رامالله والحكومة في غزة من أجل الاهتمام بقطاع الشباب وضمان تعزيز مشاركتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وإجراء الانتخابات في كل المواقع لن يكون لدينا نظام سياسي قادر على الاستجابة إلى مجمل التحديات الإنسانية ومن بينها ظاهرة الهجرة الغير مشروعة سيد صلاحي وأنتم معنيون بزعم حقوق الشعب الفلسطيني ما هي المقترحات التي تقدمونها إلى الجهات المعنية من أجل أن يكون للشعب الفلسطيني بما فيهم هؤلاء الشباب الحقوق التي تكفل لهم حياة كريمة نحن قدمنا مجموعة من البدائل ولازمنا نقدم مجموعة من البدائل والمقترحات ولكن لا توجد مؤسسة صنع قرار قادر على الاستجابة إلى مجمل هذه البدائل من بين هذه البدائل الاهتمام بالشباب الفلسطيني وتوعيتهم وضمان إشراكهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية وهذا يتطلب فتح الأمل وإنهاء حالة الانقسام السياسي وترتيب البيت الداخلي في جانب آخر إجراء الانتخابات أما البديل الثاني فهم متعلق بتعزيز القدرات الاقتصادية لدى الشباب من خلال جملة من الاستجابات أولا استجابة سلبية فإذا كانت الحكومة عاجزة عن توظيفهم على الأقل لتعفي مشاريع الشباب بشكل عام من الضرائب وتقدم إعفاءات ضريبية وقدرات وتسهيلات للشباب إضافة إلى توفير صندوق وبنك وطني للشباب يشكل حاضنة لأمالهم وتطلعاتهم ويضمن التوجه نحو التعليم التقني والمهني لتوسيع فرص الأمل والعمل لدى الشباب وفي جانب آخر يتعلق أيضا بالعمل الجاد مع الدول المضيفة للاجئين والدول المختلفة من أجل فتح فرص العمل وأيضا ضمان تعزيز حقوق اللاجئين إضافة إلى ذلك مطلوب العمل من أجل الضغط على المجتمع الدولي وانتزاع مزيد من القرارات للضغط على الاحتلال لوقف قطع السياق التنمى والتطوير للمجتمع الفلسطيني من خلال محاسبة الاحتلال على جريمة الحصار والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني ومنعه من استغلال موارده الطبيعية قطاع غزة والضفة الغربية فيها موارد طبيعية لو جرى استغلالها ستجعل من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية يعني بلد قادر على الاعتماد على الذات وقادر بالعكس على أن يتجاوز كل هذه الأزمات الاقتصادية فإذا سمح على سبيل مثال باستغلال حقول الغاز في قطاع غزة والرخام والبوتاسيوم والفسفات وغيره في الضفة الغربية كل ذلك سيعني قدرة للفلسطينيين أعلى على تعزيز مقومات الصمود ولكن الاحتلال يقطع هذا الطريق يستمر في التحكم في الاقتصادي إضافة إلى تخفيف وإنهاء حالة الفساد والاحتكار في القرار السياسي هذا الأمر كله سينعكس بالإيجاب على بيئة تجعل من الفلسطينيين لديهم قدرة على مواجهة التحديات الوطنية والإنسانية والأهم الآن هي الرسالة للشباب والفلسطينيين الراغمين بالهجرة الهجرة ليست خيرا مطلق وليست شرا مطلق ولكن على الجميع أن يدرك مخاطر الهجرة الغير مشروعة فنحن نحذر منها بأن يخضعوا إلى ابتزاز المهربين وأن يخضعوا إلى جملة من الانتهاكات التي تعرض حياتهم للخطر الشديد ذن من غزة صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني شكرا جزيلا لك